في أربع نقاط بحب نحكي فيها لألنا كأهل عم الرب أولادنا وخاصة المراهكين وأول نقطة بحب أحكي عنا هي نقطة التمرد اللي نحنا منشوفه عند أولادنا شي فضيع جدا وبحب ألكن أنه التمرد عند المراهك إلى درجة معينة هو أمر صحي وأمر طبيعي مشكل تمرد هو أمر سيء ونحنا كأهل نبدأ نخاف عندما يصبح أولادنا مراهكين نبدأ نشوفهم كل شي يتغير معهم طريقة حكيهم تغيرت طريقة لبسهم تغيرت الموسيقى اللي بيسمعوها تغيرت أوقات من نشوفهم يسمعوا موسيقى نحنا ما من قبلها هذا شي يمكن بيخوفنا نحنا كأهل ولكن كمان بحب ألكن أنه وقتاً أولادنا المراهكين بشكل خاص يكونوا بعدهم بيلبسوا مثل ما نحنا منلبس أو بيحبوا الموسيقى اللي نحنا منحبها أو بيحكوا مثلنا صح هذا شي يمكن بيريحنا كأهل أقل وجعة راس ولكن هذا شي ليس معناته أنه صحي عند الولد لأنه عمر المراهكة هو العمر اللي لازم فيه هالشاب وهاالصبية يبلشوا يفكروا لحالهم يبلشوا يسألوا يبلشوا يكونوا شخصيتهم لأنه هن قربوا يتركوا البيت فمهمة بهالفترة نحنا كأهل إنه نكون عم نأملهم هالجو البيت المريح والصحي اللي هن قدرين يعيشوا فيه ع حقييتهم ع ع طبيعتهم ويعبروا فيه عن هن مين تاني نقطة بحب أحكي عننا هي عدم إثارة الغضب عند أولادنا السيس ديفيد حكي بأفاسه الستة من الآية واحد للآية ثلاثة وأنا بحب أحكي الآية أربعة اللي بتقول وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم برربوهم بتأديب الرب وأنذاره وكمان بكلوسي 3 وواحدة وعشرين بيقول أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا وممكن هون نقول أنا بشو عم بغيز ولادي أو كيف معقول أنا فشل ولادي وكان عم يحكي عسيس ديفيد إنه نحنا أهل أو قات كتير منغلط كل مرة نحنا ما منسمع فيها لأولادنا مضبوط نحنا عم نغيزون كل مرة نحنا منحكي كلمات سيئة لأولادنا كلمات تفشيل كلمات إهانة كلمات بتزلون نحنا عم نفشلون عم ننغيزون وعم نفشلون كل مرة نحنا منا موجودين لنوقف حدن ونساعدن نحنا عم نفشلون كل مرة إذا غلطوا نحنا مننزل فيهم بالخبيط أو بالعقابات أو بتربية قاسية جداً نحن نفشلهم أخبركم قصة زلمي على سوبر ماركت هو وقبله وهو يجيبه الغراض كل الوقت الزلمي عم بقول يلا طويل بي لك فؤاد كل شي تمام فؤاد يلا رح نظهر قريباً فؤاد من السوبر ماركت يلا طويل بي لك ماش الحال ومرة شايفته قررت لعنده قلت له واو يا مسيو انت شو رهيب مع ابنك شو بتحكي بروي شو لطيف انه ما عصبت عليه وهيكي كل الوقت عم تقول له روق يا فؤاد وطويل بي لك يا فؤاد قال لا لا أنا فؤاد فهيدي طريقة كمان كتير مهمة إلنا كأهل وقتنا نعصب ونغضب انه نحكي مع حالنا تمان نغضب والطريقة الأهم انه نحكي مع الرب ونترك الروح القدس يشتغل فينا ويغيرنا متل ما غير شلبي كمان هو فيه غير الأهالي فيه غيرنا نحنا وهنا بحكي عن أهمية المواجهة بمحبة مع أولادنا كيف نواجه الأغلاط اللي يعملوها بمحبة كيف يكون عنا هالمسائلة معهم هالتأديب معهم بس بمحبة بمتة خمسة بيحكي الرب يسوع متة خمسة كلنا بنعرفه في موعزة الجبل في التطويبات بيحكي عن كيف نكون ملح الأرض ونور العالم بيحكي عن مين الأعظم بملكوت السماوات هو اللي بيسمع تعليم الرب وبيطبقه بيحكي عن الغضب وإنه اللي بيقول لخيو يا رك أو يا عبد بيستحق نار جهنم بيحكي عن الانتقام نحنا هيدول الآيات أو آيات كتير من نخدون يعني بيننا وبين بعض بيخدها بيني وبين جوزي بيني وبين رفقاتي بالشغل بيني وبين الناس معي بالكنيسة بيني وبين عائلتي جيراني بس ما بنخدهم بيننا وبين ولادنا بس طوبة للوضعاء لأنهم يريثون الأرض وطوبة للرحماء لأنهم يرحمون وطوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون هذه كمان نحنا الودع والرحمة والسلام بدنا يعيب علاقتنا مع أولادنا نحنا بدنا كمان نسمع كلمة الرب ونطبقها مع أولادنا نحنا كمان ما بدنا نغضب وننعت أولادنا بأسامة مش مظبوطة فهالآيات مثل ما أنا بشوف بشوفكم أنتوا إخواتي بالرب ولادي كمان إخواتي بالرب فحلو نطبق هالآيات معهم ومتة 18 كمان بيحكي نفس الشي وبيحكي عن الأعظم بملكوت السماوات وبيحكي عن الأولاد وبيقول أفضل للشخص اللي بده يعصر ولد أنه ينربط حجر روحة برقبته وينرمى بالبحر من أنه يعصر ولد فأديش مهم نحنا كأهل نكون عن جد من تبهين أنه ما عم نعصر أولادنا وحكي بقل أسيس ديفيد عن الابن الضال وكمان يتحدث عن الخروف الضال اللي بيترك كل 99 كلمات يروح لهيدا الخروف فأديش نحنا عن جد مستعدين نروح لحتى لنجيب أولادنا للرب وبحب هوني أسألكون وبحب تتخيلوا معي المشهد أنت كبي أو أنت كأم إذا اليوم فتحت باب البيت وفتت وشفت ابنك المراهك عم بحشش أو شفت عم يحضر فيلم إباحي أو فتحت البيب شفت بنتك عم بوضعية حميمة مع شب أو تدخن سيجارة ما ردة فعلكم بتكون؟ هل هناك عيط وصريخ وضرب وخبيط وعقابات لترحم أو أني أحدنا وأحدنا وشوف ليش عمل هالشي شو السبب دفعوا يعمل هيدا الشي شو الشعور اللي عم يبحث عنه تراح لهيدا الشي وإذا بسألكم نفس السؤال إذا بقلكم إذا فتحتوا الباب وشفتوا ابني أنا عم يحضر فيلم إباحي أو عم بحشش أو عم يدخن كيف بتكون ردي تفعلكم هل من عامل ابن الغريب مثل ما من عامل ابننا للأسف أوقات كتير نحنا ألطف مع الأولاد الغربة مما نحنا مع أولادنا وهون بحب إدعيكم كأهل إنه نعامل أولادنا كأنهم ابن هيدا الغريب بهيك مواقف وبدنا ما ننسى أن أولادنا مش ملكنا أولادنا هو الأمانة من الرب لقلنا نحنا نربيهم نجع نخدهم لعندو بدوا يسألنا بيوم من الأيام عنهم ما عملنا معهم النقطة الرابعة التي أريد أن أحدث عنها هي نقطة المسؤولية الشخصية صح نحنا نعرف أنه هناك أمور كثير نحنا منتوارتها من أهلنا كان بجيناتنا أو بالعادات من وراء التربية ولكن هذا لا يمنع أن كل مننا لديه مسؤولية شخصية وعند مسؤوليته أمام الرب ونحنا مهمة كثير ونحن أحكي للأهالي وليس للأولاد نحنا مهمة كثير كأهالي ننتبه نوقف هذه الدوامة لأنه قويت كثير نحنا كمان الأهل لأنه تربينا بطريقة معينة نجي من ربي أهلنا أولادنا فيها لأنه أنا تربيت على تضرب على الخبيط بيجي بربي ولادي ضرب خبيط لأنه أنا تربيت لا يوجد محبة في البيت لا يوجد أولاد بجو محبة في البيت لأنه أنا كان يتعدي علي أنا بتعدي على ابني أو على بنت هيدا الشيء حين الوقت أنه نحنا نوقف هيدا الشيء وناخد القرار لأنه ربع عطينا إرادة وربع عطينا حرية وعطينا حرية شخصية ومسؤولية أنه نوقف ونقول لا هناك مثل نحنا نقول كثير الأباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون وهيدا المثل من الكتاب المقدس بحسكيال 18 يقولون الرب ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل نشبكم بذلك نتكرروا قائلين الأباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست حين أنا يقول الرب لا يكون لكم من بعد أنتم تضربوا هذا المثل في إسرائيل يقولون أنتم لم يكن يقولون نحنا هكذا لأن أهلنا هكذا أنا طلعت هكذا لأنه بي هكذا أنا طلعت هكذا لأن أم هكذا وبيعطي أمثال عن أباء سيئين وإنطلعوا صالحين وأباء صالحين وإنطلعوا سيئين وهيدا بفرجينا قديش هيدا شي أرار شخصي فبغض النظر أنا كيف عشت مع أهلي كيف تربيت بلا محبة بأسوة بعنف أنا اليوم عندي الإرادة أن أوقف هذا وغير هذا مع أولادي وإذا نحنا أتباع الرب يسوع المسيح لا نترك كلمة الرب والرب يغير فينا ويشكل فينا لشوء إيماننا إذا سأتصرف مثلنا مثل أي شخص ما بيعرف الهدية نحن نعطيها لأولادنا هو جو بيت فيه محبة هيدا أعظم هدية البي والأم بيقدروا يعطوها لأولادهم صح نحنا منتخانق كأزواج وزوجات بس مهم أولادنا يكونوا عم بيشوفوا هالجو المحبة بالبيت مهم أولادنا يكونوا كمان عم بيشوفوا ضعفاتنا يشوفونا وقت منغلط نعترف بغلطنا قدامهم ومهم أوقات كمان أنو نطلب مساعدتهم أوقات كثير الولاد بيفجؤوكم بقراءهم ممكن أنت تتصارع بموضوع وصدقني تستشير بابنك وابنتك لعمرهم 13 و14 ويفجؤوك بحل أنت ما كنت تفكر فيه فشو حلو إذا منكسر هالعواقب هايدي ونتقرب من بعضنا كأهالي وكأولاد وبالنهاية بحب قولك كل أم وبي معنا هون أو عم يحضرونا أنه ما ننسى أنه نحن بيوم من القيام كنا كمان مراهكين وما ننسى أنه نحن كمان بيوم من القيام أطعنا بهالضياع أطعنا بهالعدم الأمان أطعنا بهالإضطرابات وما ننسى أنه نحن كمان غلطنا مع أهلنا كشباب وصبايا وعصينا وتمردنا ما ننسى أنه الرب عطينا نحن نعم لأولادنا مش نعم لألون وما ننسى أنه نحن حتى اليوم واللي مننا أهلهم بعدهم عيشين بتعرفوا أنه حتى نحن العمرنا ثلاثين واربعين وخمسين وستين بعدنا لليوم نحن كمان عنا صراعاتنا مع أهلنا بعدنا لليوم نحن ممن نتفق مع أهلنا ومنتشارع مع أهلنا فهيدا الشيء كله لازم يساعدنا أنه نحضن أولادنا ونفهمهم ونستوعبهم وصدقوني كلما عملنا هذا الشيء كلما أولادنا صاروا منفتحين إلنا أكتر صاروا يشاركون صراعاتهم وضعفاتهم أكتر وصرنا نقدر نعرف شا بصير بحياتهم ونساعدهم أكتر اشتركوا في القناة